هذه أبرز العناوين الڭارديان رغم فوزه على جنوب إفريقيا وليبيريا خاللوزيتش يتعرض لضغوطات متزايدة وقد يجد نفسه عاطلا عن العمل قبل المونديال خاللوزيتش يستفيز الجماهير المغربية بما قام بها الاتحاد الإفريقي يقترب من زف خبر صار للمغرب والمنتخب الوطن المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الڭارديان رغم فوزه على جنوب إفريقيا وليبيريا خاللوزيتش يتعرض لضغوطات متزايدة وقد يجد نفسه عاطلا عن العمل قبل المونديال تفاعلت صحيفة الڭارديان البريطانية مع مستقبل الناخب الوطني وحيد خاللوزيتش رفقة المنتخب الوطني المغربية وأكدت الصحيفة البريطانية أن وحيد خاللوزيتش يتعرض لضغوطات متزايدة رغم فوزه على جنوب إفريقيا وليبيريا في التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 وتابعت الصحيفة عبر تقرير المفصلة حول مستجدات المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 وقالت أزعج استبعاد وحيد خاللوزيتش لبعض الأسماء كزياش استياء الجماهير المغربية إلى جانب عدم رضاها عن مستوى المنتخب في عهدها واختتمت الصحيفة الفقرة المخصصة للمنتخب المغربي بكتابة قد يجد البوسني نفسه مرة أخرى عاطلا عن العمل قبل المونديال بعد أن عاش تجارب مشابهة مع الساحل العاج واليابان ويترقب المهتمون بالشأن الرياضي الوطني الحسم في مستقبل المدرب البوسنية سواء كان سيواصل رحلته رفقة النخبة الوطنية أم سيرحل في ظل استعداد المنتخب للمشاركة في مونديال قطر 2022 شهر نومبر القادم يذكر أن المنتخب الوطني المغربي يتواجد في المجموعة السادسة للمونديال رفقة منتخبات كرواتيا بلجيكا وكندا خليل الزيتش يستفز الجماهير المغربية بما قام بها في خطوة اعتبرها البعض مفاجئة ومستفزة وبعد تعالي الأصوات المطالبة بإقالتها قرر النخب الوطني وحيد خليل الزيتش حضور مبارية البطولة الوطنية الاحترافية وحسب مصادر إعلامية فإن تراجع مستوى عدد من المحترفين دفع النخب الوطني وحيد خليل الزيتش إلى إعادة النظر في رأيها بخصوص لعب البطولة الاحترافية خصوصا بعد المستوى الذي قدمه يحيى جبران أشرف داري ويحيي عطية الله في المباراة ضد ليبيريا برسم الجولة الثانية من تصفية كأس الأمم الأفريقية وأوضح حدات المصادر أن وحيد خليل الزيتش قرر بمعية مساعده متابعة المباريات المتبقية من البطولة الوطنية الاحترافية لرغبته في البحث عن عناصر جديدة لتعزيز صفوف النخبة المغربية لتقوية صفوف المنتخب الوطني ويحاول خليل الزيتش التصالح مع الجماهير المغربية عن طريق متابعة لاعبهم المفضلين واستدعائهم للمنتخب المغربي الاتحاد الأفريقي يقترب من زف خبر صار للمغرب ولمنتخب الوطني المغربي بات في شبه المؤكد أن ينظم المغرب كأس أمم أفريقيا حيث أن المغرب مرشح بقوة لتعويض غينيا لتنظيم نسخة كأس أمم أفريقيا 2025 وظهر أن غينيا عجزة عن تنظيم نسخة 2025 بل إنها لحد الساعة لا تملك ملاعب مؤهل لاحتضان مباريات منتخبها الأول في التصفية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا الكودفور 2023 وتصابق اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الزمان من أجل إيجاد الحلول المناسبة بعدما تبين أن البلد المنظم للحدث الأفريقي لكرة القدم بعد دولة السحيل العج غير مستعد لذلك من جميع النواحية وتوصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بطلب مغربي لتنظيم كأس أفريقي للأمم في نسخة 2027 وما بعدها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم هذه الكأس بالأراضي المغربية في 2025 طارق سودالي يرفع سقف التوقعات قبل المشاركة في المونديال يعتبر المغرب طارق سودالي من أبرز المواهب الحالية في الدورة البلجيكية بعدما تألق هذا الموسم بشكل واضح في صفوف نادي جينيت الذي تواجه معه بكأس بلجيكا قبل أن يستأنف رحلة التمييز بمساهمته في تأهل أصد الأطلس إلى بطولة كأس العالم 2022 وفي تصريحة لموقع العربي الجديد أكد طارق سودالي أنه يأمل بأن يتوهج مع منتخب المغرب خلال نهائية كأس العالم بعدما أوقعت القرعة منتخب بلاده في مجموعة صعبة تضم منتخبات بلجيكا كرواتيا وكندا وفي هذا الإطار تحدث المهاجم المغرب قائلا حققنا حلم المشاركة في نهائية كأس العالم 2022 بقطار ونوجد في مجموعة صعبة شخصيا أعرف كثير اللاعب المنتخب البلجيكي يملكون أفضل حارس في العالم ولاعبين بإمكانهم خلق الفارق بلمسة واحدة مثل دي براين ولوكاكو أما منتخب كرواتيا فقد أكد حضوره القوي في نهائية كأس العالم الماضي وكندا منتخب صعيد يريد حضور المونديال لخلق المفاجأة وتابعة السودالي حديثه قائلا هدفي دائما هو مساعدة منتخب بلاده على تحقيق أكبر عدد من النتائج الإيجابية في الفترة القادمة يجب أن نتصالح مع الجماهير المغربية وأن نخطط بشكل جيد للمشاركة في كأس العالم لا يمكن أن نسافر إلى قطر من أجل لعب ثلاث مباريات والعودة للمغرب على الأقل يجب أن نوضح أن نتخطي الدور الأول أمر ضروري يجب إدراكه بأي طريقة المهم أن نكون في المستوى وأن لا نخيب ضن الجماهير المغربية ألترا سوينرز ردوان جيد تفنن في دبح الوداد شان ألترا سوينرز المنتمي لفريق الوداد المغربي هجوما عنيفا ضد الحكم ردوان جيد الذي أدار مباراة الديربي مساء أمس الخميس ضد غريمه الرجاء وفاز الرجاء على الوداد بهدفين للسفر من ركلة الجزاء سجلهما محسيم تولي في الجولة الخامسة والعشر من الدورة المغربية اقترب الرجاء من صدارة الوداد إدباط الفريق بينهما نقطة واحدة وعدد الوينرز ما سمى هفوات الحكم التي قال عنها في بيان إنها كاريتية وتعكس سبب استبعاده من قائمة حكام الساحة في كأس العالم 2022 وتعينه ضمن حكام الفار فقط وقال الوينرز في خطاب شديد اللهجة إن الأداء السيء لردوان جيد ومساعده في ملعب والفار عكس تدنيا واضحا في مستوى التحكيم المغربي وتابع إذا كان التحكيم المغربي بهذا المستوى المتواضع فلا نستغرب ولا نتعجب من غيابه في مونديا القطار وأرضف حكم تفنن بخبط ومكر في دبح الفريق بسكين بارد انطلاقا من رفض هدف المشروع واحتصاب ركلة جزاء خيالية وتنفيذها بشكل خطأ بدخول أكثر من لاعب في منطقة العمليات وأضف صوابق هذا الحكم ليست وليدة اليوم وكذلك استفزازاته للاعبنا نعبر عن تدمرنا مما قام به ونحذر من تعينه لباقي مباريات الفريق المستقبلا إضافة للحكم عادي الزوراق الذي لم يحرك ساكنا داخل غرفة الفار وواصل فواته بتواطئ مع حكم الساحة فلا هو شاهد الهدف المشروع الملغي لنادينا ولا هو الغارك لتجزاء الشبح وختم الوينرز بيانها الموسم لم ينتهي بعد ولن نضخر جهدا في الدفاع عن مصالح نادينا وحمايته من جهاز التحكيم الذي كشر عن أنيابها الهزيمة واردة في كرة القدم لكن أن تكون بفعل فاعل فهذا لن نسكت عنها وليس مقبولا عاش نادي الويداد يضيف بلغ الوينرز